اشتركوا في القناة عام 2014 على النظام الاساسي لهذه المحكمة وتأكيد ايضا على اقامة تعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين المحكمة الامريكية لحقوق الانسان والمحكمة العربية لحقوق الانسان كما رحبت في اعلان الرياض الذي جرى تبنيه في ختام اعمال القمة بمنح جائزة منظمة التعايش بين الاديان والحضرات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وذلك تقديرا لاسهامات جلالته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الاديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات وبناء الثقة والتفاهم ونبد الكراهية والاعراب عن التقدير لمملكة البحرين لاستضافتها لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات في الفترة من الخامس وحتى السابع من مايو عام 2014 والترحيب بنتائجه المتضمنة في اعلان البحرين وفي سياق اهتمام القمة بمكافحة الارهاب رحب اعلان الرياض بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الارهاب الذي استضافته مملكة البحرين خلال نوفمبر عام 2014 والتوصيات التي تضمنها بيان المنامة وخاصة ما يتعلق بتطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الافراد والجهات بموجب قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة والتعريف بصورة علنية بممولي الارهاب والمساعدين على تمويله بالاضافة الى اشراك القطاع الخاص بصورة ايجابية في جهود مكافحة تمويل الارهاب وضمان ان خدمات تحويل الاموال او الاصول مرخصة وتحت الرقابة وعرضة للعقوبة في حال المخالفة كما رحب اعلان الرياض باستضافة مملكة البحرين قريبا لمؤتمر حماية المؤسسات الاهلية من خطر استغلالها في تمويل الارهاب وباستضافة مملكة البحرين للمؤتمر الوزري حول تنفيذ الاهداف التنموية في الدول العربية خلال يومي السادس والسابع من شهر ديسمبر عام 2015 كأول مؤتمر اقليمي في العالم يعقد بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة